الى اخر اخبار الرياضة والملاعب ومعنا بالستوديو حسام نصار حسام صباح الخير صباح الورد مهند اهلا فيك يعني حسام مبارح الجزيرة بيأكد افضليته وبيفوز للمرة الثانية على الفيصلي شو اللي عماله بصير بالضبط الجزيرة بتقدم ولا الفيصلي بتراجع ايش تصار صراحة يا مهند نحكي بكل منطقية وبعدنا عن اي ظروف ثانية هناك فيه ظروف ساعدة الجزيرة اللي يتأهل الدور الثاني اللي مبران هيئي عفوا هناك ظروف ايضا ما كان ضد الفيصلي حتى يخرج من الدور الاربعة نرجع لمباراة الذهاب مباراة الذهاب انتهت 2-0 اذا بنرجع شوي لأحداث المباراة مباراة خلال 10 دقائق الاولى تأخر فيها الفيصلي بهدفين دون رد بالاضافة انه اتعرض للاعبه المدافع لحال الطرد هذا الاشي يسبب ضغط على اللعيب على المدربي على المدرب اللي قبل ما يستقل الدراجان انتهت لقاء الذهاب 2-0 مباراة نيجي على احداث المباراة الجزيرة دخل بثقة المنتصر هذه نقطة كثير مهمة في كورتا قدم مهند انه انا داخل عندي شخصية انا قادر للتأهل قادر للفوز فايز 2-0 ذهابا ما عندي مشكلة مرتاح نفسيا لعيب تلعب بكل اريحيتها هذا الاشي قابله ان الفيصلي دخل باحث عن الاهداف احنا زيما بتعرف مهند لازم فوز 3-0 عشان يتأهل سبب ضغط على اللعبين سبب ضغط على الجهاز الفني اللي الاستلام اللي هو كابتن فراس الخلايلة اللي هو بديل مؤقت للكرواتي دراجان الفيصلي ازاي احكيت لك من دقائق والأول ببحث عن الانفوز عن الاهداف وصل مرمى الجزيرة في اكثر من مرة بس ايه اللي قابله قابله الجزيرة انه انا هادي انا مش فارقة معي فايز 2-0 لعيبتي من ضبطين كان فيه انضباط تكتيكي عالي يوم امس للشيطين الحمر الفيصلي وصل اكثر من مرة هدد مرمى عبدالله الزعبي كان له فيه كرات كثير خطرة كرات كانت تقريبة من هز شباك الجزيرة لكن زي ما حكيت لك الجزيرة بشكل انضباط وزي ما عم بنشوف الهدف الاكثر من رائع من عدي الجفال بالمناسب عدي الجفال واحد من افضل لعيب البلد او بالدور المحلي نحكي انه اللي بيسدد ضربات حرة يعني لعب الكرة بكل دقة بكل فن بكل حرفة نحن نحن نحكي اللغة العمية الجزيرة اليوم بعدها مبراه مجموع لقائن 3 اهداف دون ورد الفيصلي نتام بطولة الكاس الآن علي الزعب تركيز على بطولة الدوري شي حلو بدي احكي لك يا هاموندو لازم نحترف فيها ما احترامنا القطبين نحن نشوف اندية ثانية نحن نحن نحكي اندية ثانية نحن نحن نحكي اندية كاس في شباب اردن في جزيرة هذا مؤشر على أنه هناك فيه في تطور للكرة أردنية في الأندية الأردنية عم تدعب حالها عم تشتغل الجزيرة نحن نعرف من سنتين تقريباً نافس على كل بطلات نافس على دوري مرتين نافس على الكأس ذهاب برضو نفس الإشي الموسم ماضي كان نهاية الكأس فرصة اليوم نحن نشوف بطل جديد كأس الأردن رح يكون الصراع مشتعل بين الفريقين الجزيرة بلعيبته بهذا الفن ومحترفينه وشباب الأردن أسمع مسمى بشبابه للأمانة نحن نرجع لمبارات شباب أردن وحدات يتهل على الوحدات بكل جدارة شباب أردن أثبت أنه فريق من كبار الأندية الأردنية إن شاء الله تكون نهائي حلو هارد لك للفيصلي هارد لك للوحدات عندهم بطول الدوري حسام التجهيز والتدريب الواضح للجزيرة يعني ما بيخفى على أي أحد وبرضو ما بيخفى على أي أحد التخبطات التي دخل فيها فريق الفيصلي من ناحية تغيير المدربين والإدارات والأمور الفنية والتدريبية يعني كان فيه عنده كركبة شوي بيخفى بالضبط هي مهندة كما أنت تفضلت فيه فيه أمور حكيت لك بداية حديثي نعم أنه فيه ظروف ساعدت الجزيرة ظروف كان ضد الفيصلي اليوم الفيصلي يعني فيه مرحلة من هون تقريبا لا 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 شهر واحد حتى يعود الدوري من جديد نعم فرصة أنه يعني هو عم يبحث مدرب جديد إذا فيه محتاج أي تعاقدات لازم يتعاقد فيها بس فيه نقطة لازم أحكي فيها يا مهند ويوم أمس جمهير الفيصلي قدمت رسالة أكثر من رائع على الكرة قدم بمعناها الحقيقي ومعناها اللي هو فيه الروح الرياضية الجميلة الوقوف خلفريقي بعد تسجيل هدف الجزيرة تقريبا أمور كانت منتهية يا مهند يعني حسم تأهل الجزيرة ما حيك يعني شجعوا لعيبيهم يعني سأروا تكفل لعيبيهم يشجعوا فيهم أنه معنا خسران الفريق وطالع من بطولة حتى اللعبة يوم أمس كان يعني تأثرت بهذا الموقف نتمنى كل جمهير الأردنية جمهير الأردنية ضواقة في بعض الأسلبيات في بعضها خروج على المألوف نحن نتعرف هذا الأشي لكن عندما يكون هناك نقطة جميلة يجب الإشادة بها لازم نحكي عنها زي ما حكيت لك لازم نقفل موضوع نهائي الكأس حتى النهائي اللي قلنا عنه برمضان بعد أشهر طويلة للدوري تحضرات الأندية اليوم في بحة تقريبا شهر حتى تزبط أمورها تشوف تعقوداتها تشوف مدربينها الجدد وإن شاء الله مرحلة دياب الدوري تكون كلها إثارة ندية كما كانت هي مرحلة الذهاب نعم طيب حسام نتحدث عن ريال مدريد ولقب دوري أبطال أوروبا يعني كيف كان اللقاء؟ كان هي نهائي نهائي كأس العالم الأندية اللي قوين في أبوظبي حقق الفوز على كريميو البرازيلية بهدف دونوراد نعم من أن نتحدث عن إيجابيات المباراة أو البطولة بشكل عام بالنسبة لريا مدريد هناك كثير إيجابيات واحدة منها أنه رونالد يسجل نعم يسجل بنصف نهائي ومبارح كان صاحب الفوز تحقيق الفوز تسجيله هدف أكثر من رائع من ضربه حرة مباشرة من خارج المنطقة أهدى فيه هذا الهدف فريقه الفوز وتحقيق اللقب عدت أرقام سجلها لريا مديد هو حقق البطولة للعام الثاني على التوالي هذه أول مرة تسير نعم بتاريخ النادي بتاريخ البطولة كلها نعم ننادي يأخذ بطول يأخذها بمرتين أخذ ثلاث مرات بالنسخة الجديدة ست مرات بالنسخة هايها الأقديمة الجديدة ورونالد ومبارح لما سجل هذا الهدف أصبح أول لاعب يسجل فيه ثلاث نهائيات بكأس العالم الأندية في عدة نقاط إيجابية كثير ممتازة لحكي عن لوكا مودريتش أحسن لاعب بالمباراة أحسن لاعب بالبطولة عفوا مودريتش يعني هالإنسان الكرواتي يعني أتوقع ما إله كارهين مودريتش يعني أنا ما بتخيل في حدا في الدنيا بتاع بفطول بكرها مودريتش لاعب أكثر مراء سلس يتعامل بها الكرة وكانها وكانها مع شوقته يعني بكل سلاسة بكل متعة عودة قارث بيل كانت يوم أمس والمبرارة لقبلها بيل أصبح مؤثر نزوله يعني مبرارة الأولى مع الجزيرة الإماراتي إذا بترجع مهنا نتذكر الحكي حكي عنه نزل قلب المبرارة سجل هدف الفوز بارح كان له أكثر من فرصة الناس اشتاقت لقارث بيل قارث بيل يعني بأشهر يغيب يغيب عن ريا مدريد يتعرض لكثير إصابات عودته هل راح تقدم إضافة أم لا من النقاط المهمة لأن هذه البطولة أصبحت تحذيرية بالنسبة لي تأخذ رأيي الشخصي في هذه البطولة أنا عندي عدة عامات استفهمة على هذه البطولة كان في إمكان الفيفا تعمل بطولة أقوى من هكك بداية توقيتها أبداً مش مناسب نحن 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 تقول نص الموسم يعني زائي ريا مدريد ترك الدوري وترك الليقة الإسبانية وجاء لعب هينكسر عليهم مباراة مؤجرة سار يعني توقيتها مناسب لكن الأهم من هذا وذاك ريا مدريد هالقادر على الإطاحة ببرشلونة بالكلاسيكو نحن نعرف رح يرجع من أبوظبي بلش استعدادات لريا مدريد وبرشلونة رح يلعب يوم السبت المقبل يعني مباراة حتكون على صفيح ساخن برشلونة متصدر فارق ثمان نقاط فارق كبير ريا مدريد يسعى لتقليص هذا الفارق هل هي هذه البطولة يعني نحكي إنها تعتبر جس نبض أو مقياس لمستوى طب برشلونة بهذه الحالة قديش بحتاج حتى يقلص الفارق هل هي برشلونة مرتاح يعني ما عنده أي مشكلة لو طلع بتعادل من البرنابيو كثير ممتاز نحن نحن نحكي عن ثمان نقاط يعني فارق كثير وسيع نعم لكن ريا مدريد بأخطاءه اللي صارت بالنقاط اللي أحضرها يعني حوى خسارته مع بيتيس خسارات هاي الأندية اللي لم كانت متوقعة بالنسبة لريا مدريد هي اللي موصلت اليوم للفارق وثمان نقاط الليقة لسه مشتعلة حنا رحنا مكاس العامل الليقة بس الحديث قدنا نتمنى تكون ممتعة وهي تعتبر الأكثر حضوراً على مستوى القارة كاملة كل العالم احضر هذا الكلاسيكو يوم السبت حسام برد يكون يوم السبت ساحة 2 عشان شرق قاسي يحضروا مبارك لريال مدريد باللقب الجديد للسنة الثانية على تواليه حسام نصار شكراً جزيلاً لأوجود أهلاً وسهلاً فيك